الكاربوهيدريتس الكاربوهيدريتس كاربوهيدريتس كاربوهيدريتس لانه بناءهم الكيميائي معتمد على وحدة وحدة يعني السكريات زي مثلا التلات سكريات دولهم لهم شكل متقارب وتركيب كيميائي متقارب دول كلهم بنسميهم سكريات السكريات دول بقى عندهم القدرة كوحدة بناء انهم يلتحموا سوا ويعملوا سكريات بدل ما هم سكر احادي زي ده لا يبقى سكر ثنائي زي ده او اكتر ولو عمل سلسلة طويلة جدا التحموا مع بعض جزائيات الجلوكوز مثلا زي التركيب ده التحموا مع بعض كيميائيا وعملوا سلسلة طويلة ساعتها بيتغير صفاته ويتحول بقى من سكريات لناشويات طب ايه الفرق بين الناشويات والالياف هم اليوم نفس التركيب الشكل العام لكن الفرق هل الجلوكوز لما مسك في بعضه مسك بالطريقة دي ولا بالطريقة دي الطريقة الفؤانية دي دي ربطة كيميائية احنا كبشر ما عندناش انزيم يكسرها ما نعرفش نهضمها فبيخش الالياف بشكلها كيميائي ده تعد من الفم وتروح المعدة تنزل عليها الاحماد تروح الامعاء تنزل عليها العسرات الهضمة كل ده ما قدرش يكسر الربطة وتخرج مع الفضلات كاملة زي ما هي اما بقى الناشويات مجرد تخش من الفم تبتدي الانزيمات تكسر فيها وتحولها الجلوكوز ايوه كل الناشويات بمجرد مبنى كلها بيتم هضمها وتتحول الى جلوكوز اما الفيبرز الالياف لا يتم هضمها عن طريق اي انزيم عندنا علشان كده هي ملهاش قيمة غزائية مباشرة يعني ما بتمدناش بالطاقة لكن الحقيقة وجودها في الامعاء كاملة كده بيدينا فوايد تانية خالص مكناش عارفينها زمانا ايه بقى الفوايد دي خلينا اقولكو ان الالياف دول علميا بنقسمهم لنوعين نوع بيدوب في الماء ونوع لا يدوب في الماء النوع اللي بيدوب في الماء ده ما بتشوفوش بعينك كالياف بتشوفوك مادة غروية انت عارف لما تطبخ فول مثلا وتلاقي الماء بتاعته بقت غروية كده دي نتيجة الالياف اللي في الفول النوع اللي بيدوب في الماء داب في الماء دي وحولها للمادة الغروية هتلاقيها برضو تطبخ البمية تطبخ الملوخية المادة الغروية دي عبارة عن ألياف وعملة الشيء الغروي ده وده نفس مفعوله لما بيخش الامعاء بيفضل مادة غروية كده احنا ما بيقدرش نمتصها لكن هي بتساعد جدا ان الفضلات تمشي فيها بليونة وبسهولة وتخرج بدون اي ازيل اما النوع التاني اللي لا يضوب في الماء كلنا عارفين شكله هو الألياف اللي موجودة في كل الخضروات سواء شفتها بعينك او لا او انت بتمضغ بتحسي بيها الألياف دي بتخش كاملة كده وما بتضوبش في الماء وبتخرج كاملة دي بيزيتها بقى ان هي بتدي حجم كبير للفضلات فليها وزن تقيلة فأثناء وجودها في الامعاء بتحفز الامعاء على الحركة فالامعاء تبعايز تزقها وتخرجها الحقيقة دول الفرق الرئيسي بينهم لكن هم بقى مشتركين في صفات تانية ان لما بيخش الامعاء احنا ما بنقدرش نهضمهم لكن عندنا بكتيريا عايشة في الامعاء عندنا تقدر تهضمهم وتطلع منهم مواد مفيدة جدا لنا ايبا احنا عندنا بكتيريا عايشة في الامعاء وبكتيريا عددها ضخمة جدا فوق ما تتخيل يعني فيه انواع بكتيريا مفيدة جدا لصحتك وانواع بكتيريا ضارة جدا لصحتك وده موضوع حالبقى نتكلم عليه مرة تانية اسمه المايكرو بايوم او البيئة الحية داخل الامعاء بتاعي طب البكتيريا بقى دي قعدة في الامعاء الغليظة يعني بعدما الالياف دي كلها تعدي من الامعاء الدقيقة وتخش على الامعاء الغليظة تبتدي تستقبلها البكتيريا وتبتدي تتغز عليها فانت لو بتاكل اكلات فيها الياف كتير بتغزي البكتيريا الجيدة دي فبتخلي اعدادها تزيد وانت تستفيد منها اول حاجة بيطلع حاجة اسمها أو الأحماض الدهنية القصيرة بيغيروا البيئتش اللي هي درجة الحموضة بتاعة القولون وتخليها مناسبة جدا لحياة سليمة لخلايا القولون ولنمو البكتيريا الجيد رغم ان الامعاء الدقيقة بتبقى قلوية الامعاء الغليظة بتبقى حمضية وده هو اللي يضمن كفاءة عملها انت عارف خلي التفاح اللي الناس بتتكلم على فويده البكتيريا اللي عندك في الامعاء بتعمل حاجة شابية بخل التفاح داخل الامعاء زي الاساتيك اسم وبتعمل حاجة تانية اهم وافية لنا اسمها البيوتي ريت بيوتي ريت ده النوع برضه من الأحماض الدهنية اللي ليه عدة فوائد ضخمة جدا بنكتشف واحد ولا التاني اول حاجة اكتشفناها ان هي بتدي تغذية عالية جدا لخلايا المبطنة لأبعاء الغليظة والتغذية دي بتخليها مقاومة جدا لحدوث السرطنات ومقاومة جدا لحدوث الزوائد اللحمية وبتقلل كمان جدا حدوث الالتهابات معظم المرضى اللي بيبع عندهم التهاب مزمن في القولون لو البكتيريا دي بتنتج لهم كفاية من البيوتي ريت بيتتحسن جدا الالتهابات دي في حاجة اكتشفناها غريبة جدا ليها تأثير مفيد جدا على علاج السكر البيوتي ريت دي عن طريق تحفيز خلايا القولون بيطلع مادتين مهميك جدا كلوكوز لايك بيبتايد ومادة دي بتشتغل زي الإنسولين والمادة التانية البي واي واي المادتين دول ليهم تأثير إيجابي جدا في تعديل مقاومة الإنسولين مش بس كده لأهم أن تأثير البيوتي ريت ده على تنشيط لايبو بروتين لايبيس وده مادة مهمة جدا في هدم الدهون يعني انت لو عايز تخص بتحتاج لايبو بروتين لايبيس لو انت الإنسولين عندك عالي بيمنع شغل اللايبو بروتين لايبيس لو انت بقى بتأكل فيبرز كفاية بيضاد مفعول الإنسولين فيفتح بوابات خلايا الدهونية يسمح بحرق الدهون وبصهم لأهم انه بيقلل جدا الكوليستيرول الدار وبيقلل حدوث أزمات القلب جدا في الشعوب اللي بتأكل ألياف كتير في أكلها لأهم بيعيشوا فترات أطول بزحة أجود من الناس اللي ما بتكلش ألياف كتير من الفوائد اللطيفة للألياف ان هي الحقيقة بتحمينها من ارتفاع المباشر للسكر لما بناكل شيء في أي نشويات وأكيد انتوا عارفين ان أسوأ نوع نشويات أو أسوأ نوع كاربوهايدريتس ممكن البشر يأكلوه هو النشويات أو الكاربوهايدريتس المكررة يعني مكررة يعني تم تصنعها بطريقة تم نزع الألياف منها وطبعا أثناء نزع الألياف بيتم نزع الفيتامينات اللي فيها فبتنتهي بمادة ناشوية سريعة الامتصاص جدا بسبب شيء الألياف ومفتقرة للفيتامينات والمعادل لما نشوف فرق بين وجبة كلها مريض عنده سكر وجبة من النشويات المكررة بص على الكيرف ده هتبص اللي فوق ده كل وجبة فيها كاربوهايدريتس مكررة هتشوف مستوى السكر بيعلى بسرعة جدا وبعدين ينخفض كامل لكن لو نفس المريض ده كله وجبة مليانة ألياف ارتفاع السكر مقبول ونزوله مقبول فهي بتنظم السكر مجرد ان هي الألياف بتفضل ماسكة في الكاربوهايدريتس اللي جواها وتسيبها بالتدريج فجسمنا ما يتفاجئش بارتفاع مباشر في مستوى السكر ده غير بقى حاجات مهمة جدا انه وجود الألياف في الأمعاء بيدي إشارات المخ للشعور بالشبع فالناس اللي بتاكل الألياف شعورها بالجوع أقل كتير فده بطريقة غير مباشرة بيؤدي إلى انخفاض الوزن لأنك ما بتحسش بالجوع بسرعة وبرضه من الحاجات اللي سابت إنها بتفيد جدا مش بس إنها بتسهل خروج الفضلات لا بتقلل حدوث الشرخ الشرقي والبواسير في معلومة مهمة لازم تبعرف انت لو بتشتري أي أكل وعليه نيتريشنا اللي بل اللي هو معلومات التغذية مثلا بص على الليبل كمية الكابردريتس اللي موجودة سبعة جرام لكن حتلاقي فيه تفصيلتين تحت أربعة جرام من السبعة دول دياتري فايبرز يعني لا حينتصوا ولا يزيدوا وزنك ولا حاجة وتلاقي واحد جرام شوغرز يبقى أربعة وواحد خمسة أما بقيت السبعة فين اللي هما اتنين جرام نشويات ما بيكتبوش النشويات انت تحسبهم بقى لو كانت الطعام ده تبقى عارف ان انت اخدت اتنين جرام نشويات وجرام سكر وبس الأربعة الفايبرز دول تخصمهم لانه دول لان يمتصوا نشوف المسألة التانية هنا الكابردريتس كلها على بعد كام 28 جرام نشوف قدق ايه منهم فايبرز 6 جرام طب والشوغرز قدق ايه وصي معايا كده هتلاقي الشوغرز 11 جرام لو حنقول ايه اكتر حاجة المفروض نقللها في الاكل هي السكريات يليها النشويات لكن الفايبرز تقدر تاكل اي كمية منها بالمقارنة الليبل ده هنلاقي فيه 25 جرام من الكاربويدريتس فيهم واحد جرام بس من الفايبرز اهي واجبة زي دي هترفع السكر عندك للسماء بسرعة جدا وبالذات ان من 25 جرام دول فيه 22 جرام سكر دي واجبة مؤزية جدا ليك او لأحبابك طب الالياف موجودة فين ناكلها منين الياف منتج نباتي يعني النباتات هي اللي بتصنع الالياف دي ودايما بتصنعها في النباتات اللي مليانة فيتامينات واملاح ومعادل مفيدة جدا لك الالياف اللي بتدوب في المياه دايما هتلاقيها موجودة في البقريات موجودة برضو في المكسرات بالزات اللوز موجود في البامية الابوكادو بعض المنتجات النباتية مميزة جدا في الالياف اللي فيها زي مثلا الخرشوف مميز جدا لان فيه خليط من الالياف النوعين حاجة زي الالقاس فيه خليط من الالياف ممتاز جدا وانا بشوف ان احسن حاجة موجودة فيها الالياف الضائبة دي هي الملوخية موجودة نسبة كويسة جدا والملوخية من الحقيقة الوجبات اللي كلها فوائد ويمكن انا بعملها حلقة وحدية من كتر ما بعملين في الغرب يكتشفوا فوائدها اللي هي كنزة عندنا واحنا مش عارفين طيب الالياف اللي لا تزوب في الماء كل النباتات يعني حتلاقيها في البتنجان في الخيار في الكوسة اي نبات ليه ورق ده مليان الياف لا تزوب في الماء انت بقى كشخص بتحدد ايه اللي تقدر تاكله منه ويا ريت تختار للحاجات اللي ما فيهاش كاربوهيدريتس كتير يعني نحن عارفين الحجوب زي الرز والقمح مليانة كاربوهيدريتس اللي هي النشويات لو انت عندك اي مشكلة صحية زي السكر او الضغط او الوزن الزايد الكوليسترول او الدهون الثلاثية او بتعاني من مشاكل اخرى زي تصلب الشريين او ضعف الجنسي او لو السيدات بتعاني من تأخر الانجاب احتمال تكون محتاج تقلل كمية النشويات اللي بتاكلها وتركز في الخضروات قليلة النشويات نقدر نقول رفلي كده 80% من البشر بيستفيدوا لما يقللوا النشويات والسكريات ويزودوا كمية الالياف اكلهم لكن طبعا علم التغذية دايما بيفجئنا انه زي ما فيه مميزات لحاجة ليه عيوب هل الالياف ليه عيوب طبعا ليه عيوب اول عيوب لها ان هي بتحتاج بكتيريا مخصوصة عشان تهضمها وتطلع منها المميزات دي لو انت شخص البكتيريا اللي عايشة في امعائك انواع سيئة فقط مفيش الانواع الجيدة هيتم تخمر سيء للالياف دي وتديك غزات وتديك انتفاخ وتبقى ماشي مش طايق نفسك وممكن تعملك امساك كمان فيه نسبة صغيرة من البشر كده كان فيه بحث عمل وجابوا مجموعة من البشر عندهم امساك مزمن مع عظمهم كان بيخش الحمام مرة ده في الاسبوع وقلام وانتفاخ واحيانا الدم بينزل مع البراز بسبب المشكلة دي المهم انه لما ادوهم الياف اكتر في التغذية بتاعتهم اتفاجئوا ان المشكلة زادت والله طب الياف دي ازيتهم بالمفروض انها تعمل العكس فجأوا طب نقلل الياف شوية حس بتحسن شوية طب شالوا الياف خالص ودهم اكل مفوش الياف نباتية نهائي تحسنوا تحسن ملحوظ جدا كان مفاجئ لنا كلنا نتيجة البحث بس بعد كده عرفنا انه ان الياف انواع كتير جدا وكل نوع محتاج بكتيريا مخصوصة تكسروا ولو ما عندكش البكتيريا دي وعندك نوع بكتيريا تاني فبدل ما تكسرها لا دي بتعمل لها تخمط وتطلع غازات ممكن الغازات دي تكون فيها ميثان الميثان ده رحته سيئة جدا ومش بس بيقلل حركة الامعاء ويجيب امساك في حين ان البكتيريا الجيدة ممكن تطلع غازات بس بتطلع هايدروجين بس وده ملوش ريحة وكمته قليلة ما بيوجعش البطن وما بيديش شعور بالانتفال والحقيقة في ابحاث لهم ان تقريبا 70% من ناس اللي بنشخصهم قولون عصبي عندهم نقص في البكتيريا دي ولو قارتنا ندهالهم هيتحسن حالهم جدا وبطنهم تمشي بصورة جيدة او الحل التاني احنا نمنع عنهم النوع ده من الياف احنا عارفين انه في ناس مجرد انه يأكل مثلا الكارنابيوت يجي له انتفاخ على طول ده شخص يفتقر الى البكتيريا اللي بتقدر تهدمها ف دي لمة زي ما الناس بيحتاجوا الالياف نسبة قليلة جدا مبيحتاجوش الالياف ارجو وضحت لكم ميزة الالياف وبعض عيوبها ولو عندكم اسئلة حطها لي وانا بحاول اجاوب عليها في فيديو تاني قريب ان شاء الله سلام عليكم